مباراة الأهلي والهلال السوداني في الجولة الحاسمة والأخيرة من مباراة تدوري أبطال إفريقيا طبعاً اتحدد بنسبة كبيرة جداً سبع أندية تأهلت إلى مرحلة الدور ربع النهائي مثلاً بنتكلم على الوداد وشبابة القبال الجزائري من المجموعة الأولى بنتكلم على الترجي وشباب بالوزداد الجزائري من المجموعة الرابعة بنتكلم على الرجاء الرياضي المغربي وسيمبا التنزاني من المجموعة الثانية وسانداونز متصدر هذه المجموعة الثالثة ويتبقى مقعد واحد هيكون ما بين الأهلي والهلال السوداني وبالتالي ناس كلها خلال الساعات الأخيرة طبعاً لا حديث يعلق على هذه المباراة اللي أصبحت هي مباراة تحديد المصير لكن في النهاية مهم جداً لازم يبقى لنا دور إعلامي خلال الفترة اللي جاية هي مباراة كرة قدم لازم نركز في التسعين دقيقة يا جمهور النادي الأهلي سبكم من أي كلام بيكتب على السوشيال ميديا وأتمنى ما يكونش فيه تفاعل مع أي حاجة موجودة على السوشيال ميديا محتاجين نهدي الأجواء عشان اللعيبة تركز وتحضر بشكل كويس لهذه المباراة هي مباراة داخل الملعب 11 وسط 11 والجمهور أكيد هيكون ليه دور كبير جداً ولكن دور الجمهور هيكون جوا الملعب مش برى الملعب ففكرة أن الجمهور يروح ليه مشحنات من بعض الأطراف اللي عايزة تعمل بلبلة ده مش في صالح أي حد ولا في صالح جمهور النادي الأهلي ولا في صالح النادي الأهلي دورنا كإعلام ودورنا كجمهور نشجع الفريق التسعين ديئة جوا الملعب أكيد بننتظر الموافقة الرسمية على الحضور الجماهيري في هذه المباراة إن شاء الله بإذن الله يكون فيه عدد يعني بإذن الله عدد مميز جداً في هذه المباراة الفاصلة وإن شاء الله بإذن الله كمان المباراة تقام على استاد القاهرة الدولي ولكن محتاجين نركز في هذه المباراة لأن المباراة على المستوى الفني مباراة صعبة جداً جداً محدش يتخيل ان الهلال جاي لك وفقد مثلا حظوظه بعد التعادل مع سندانس فهينزل مستسلم اطلاقا الهلال هيعمل مطش المصير بالنسباله فانت لازم تبقى عامل حسابك ان المباراة صعبة المباراة مستهلة ومحدش يرتكن على فكرة ان انت محتاج تكسب واحد سفر فتتأهل لا واحد سفر لو فضلت طوالي تسعين دقيقة لقدر الله في اي لحظة انت ممكن تخرج بمعنى ايه لو الهلال احرز هدف فاعتقد مسألة تأهله هتبقى محسومة بالنسباله ففكرة ان انت تكسب واحد سفر وتنتظر لغاية الدقيقة تسعين والمطش يخلص ده صعب جدا انت لازم تلعب مباراة للمكسب والسكور لازم تلعب مباراة للمكسب والسكور تكسب اثنين ثلاثة عشان تلعب المباراة يعني بهدوء لان حتى لو اي هدف احرص بعد كده وانت كسبان ثلاثة او كسبان اربعة مش هيبقى ليه اي قيمة لان انت متأهل بفارق المواجهات المباشرة وحتى كمان فارق الاهداف اه واحد سفر صحيح تؤهلك ولكن محتاج تلعب مباراة فالنية على اعلى مستوى محتاج تعمل اسكور من بداية المباراة عشان تريح نفسك طوال احداث المباراة لان الهلال من الديئة الاولى للديئة التسعين طالما النتيجة سفر سفر او واحد سفر هو عارف لو احرص هدف حسم الموقع بالنسباله فدي رسالتي للعيبة وللجمهور في نفس الوقت